موسيقى السلام البنات كيف دايري اللبس عليكم انتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير والتي تشوف لاشين ديالي الاول مرة معكم مينا من قناة مينا فلوك واليوم البنات غنشوف معكم واحد الوصفة اللي يعني ممكن اي واحد يستعملها خوصا هكالناس الكبار كان عارفو في الفترة ديال البرد كتكون البرودة بصفة عامة وخصوصا بالنسبة للسيدات اللي كيكون عندهم مشكل ديال البرودة ديال الرحيم اللي تنعرفوا انها كتدير يعني واجع اسفل الباطن كتدير الم اسفل الظهر وايضا الركب فاليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم وصفة اللي كتكون سهلة يحسوها بالاعشاب كتجي بنينة بزاف وفي نفس الوقت يعني عندها فوائد كتيرة كتيرة وايضا غندخلها في البرنامج ديال السيدات المتأخرة عن الحمل يعني بالاضافة الى الوصفات اللي اعطتكم كل ها ديال اه كل ما يتعلق يعني بالصحة النسائية منكم بزاف اللي طلبني على اه بعض الوصفات اللي كتكونها كيعني كتكال كنناخدوها اه ولا كتنشربوها فكينين وصفات كتيرة 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 بزاف معروفة بانها كتجيب يعني نتيجة مزينة بزاف مع السيدات اللي عندهم مشكل ديال البرودة ديال الرحيم فاليوم ان شاء الله هالبنات غادي نشوف معكم هاد الوصفة ولكن قبل ما نبدأ معكم الوصفة اللي هي سهلة وما كديش الوقت وفي نفس الوقت كتجي بنينة بزاف غادي نجاوب على واحد سؤال اللي باقي تيجيني على الوصفة ديال سكينجبير بالنسبة لهاد الوصفة اللي كان اعتبرها صراحة اللي كان اعتبرها كنز خاص تكون عند كلها سيدة وكلها بنت هي صراحة الوصفة ماشي غير خاصة يعني بسيدات اللي متأخرت عن الحمل وانما عندها فوائد كتيرة بزاف بالاضافة الى يعني السيدات اللي عندهم مشكل ديال تأخر الحمل فايضا هي كتصلح بزاف ديال المشاكل اللي تتعلق بالرحيم يعني من البرودة من يعني الافرازات اللي تتكون عند السيدة سواء برائحة او غير رائحة المشكل ديال اللي حكا يعني بزاف ديال المشاكل اللي كتعرجو هاد الوصفة هادي بالاضافة الى حتى بالنسبة اللي بنيتات هكا اللي تكون عندهم مشكل ديال الوجع ديال الدورة الشهرية اللي معرفو انه كين بعض البنيتات اللي تيجيهم وجع اللي كيكون صعيب انك تحمله وبمناسبة هاد الموضوع على البنات فإلا كنتو مهتمين يعني بكل ما يتعلق بالدورة كتقدر انكم تخليوا إليها في الكومنتير وان شاء الله نديلكم فيديو شامل على الدورة الشهرية يعني كل ما سيتعلق بهاد الفترة هادي انكين مغالطة كتيرة بالنسبة لهاد الموضوع هذا على سواء عند السيدات او البنيتات بزاف ديال السيدات اللي تقولوا بانه في هاد الفترة هادي مخصش يكون الاستحمام المستمر او بشكل يومي يعني كينم مغالطة كتيرة بزاف مع انه بالعكس هاد الفترة هي صعيبة بزاف لانه كيف كان قول لكم دائما انه الرحم كيجيو المشاكل وكل يعني المصائب اللي كتجي للرحمرة كتجي من برا ماشي من الداخل. انه هاد الفترة هادي مهمة وهي اللي خاص تكون فيها العناية اكتر بكل ما يتعلق بكل ما يتعلق بالصحة النسائية اه دونك إلا كنتم مهتمين البنات بهاد الموضوع هادا خليوا ليه في الكومنتر وان شاء الله ندلكم فيديو شامل على هاد الموضوع نسد القوس وايضا غا نكمل معكم بالنسبة للوصفة ديالسكنجبير فهي ايضا اه صار حاك تنفع بزاف مع السيدات اللي عندهم اه ما شاكل هكا يعني السيدات اللي تيديرو اه فوسكوش وبتالي كيديرو يعني اه كخطاجغي بطريقة يعني بالعشوب ولا بشي حاجة بحالكة فالراحيم ما كيتنطف بوحد الشكل هو يعني كامل ايضا حتى بالنسبة يعني السيدات اللي تيكون هكا في الفترة ديال النفاس فبزاف ديالسيدات مع الاسف لي ما كيديروش يعني واحد مراقبة طبية يعني مرا الولادة ما تيتابعوش عند جينيكولوج يعني باش كيشوفوا واش الرحيم تنقى يعني بالكامل ايضا ما ننسوش انه كين عدة اكرهات يعني السيدات اللي كيكونوا هكا بعاد على المجال الحضاري يعني تيكونوا في القرى وفي البوادي فما كيقدروش انهم يديروا واحد المراقبة يعني عند جينيكولوج او عند الطبيب بصفة عامة وايضا ما ننسوش انه بعض السيدات يعني تيكون عندهم مشكل يعني مادي فما تيقدروش انهم اه يتواصلوا دائما مع الطبيب اللي احنا تنعرفوا هاد المسألة مكلفة ومكلفة بزاف ذاك شعلا جيتليكم البنات هاد الوصفة كتعتبر كنز خاص كل سيدة ولا كل ابنية تكون اعرفها وايضا ما تبخلوش يعني اي سيدة كانت محتاجة لهاد الوصفة هادي انكم تعطوها لها اليوم ان شاء الله البنات غادي نجاوب كيما قيتليكم على واحد سؤال اللي بقي كيجيني على هاد الوصفة هادي والوقت فاش كتكون البداية ديال هاد الوصفة هادي فسيدة كيجيها الوجاع كتير بزاف كيكون عندها افرازات كتيرة كيكون عندها ديبخت فهذا المسألة الابنات راه طبيعية وبالعكس هدا هو المراد وهذا هو المقصود من هاد الوصفة هادي انها كتنقي الرحيم من كل البقاء اللي كتبقى فيه دونك البنات بالنسبة الاسئلة ديالكم لكل تسأول ديالكم انا تنحاول يعني ماشي كيصراحة كنحاول ولكن كنجاوب لكل تساؤل ديالكم كل تعاليق كنجاوب عليها فقط يعني بعض التعاليق يقدر بحالة كما نشوفهاش لانهو تعاليق على الوصفات انهو تعاليق كانت تكون كتير وكتير بزاف فاخفوها كما تنقدر ما نشوفش يعني شي تعاليق او لا شي سؤال فاللي كنطلب منكم انه لي عنده شي سؤال شفتني ما جاوبتش عليه فكتقدر انها تحطوليها في اي فيديو جديد ماشي ضروري يكون الفيديو ديال الوصفة يعني كتقدروا في اي فيديو نزلتو لانهو تكون جديد والتعاليق ما كتكونش كتيرة فكنقدرها كأنني نشوف السؤال وغادي نجاوبكم اكيد وخال الفيديو يعني ما عندوش علاقة بالوصفة ايضا بزاف ديالسيدات كيتواصلوا معي عبر الانستغرام كنشرح لهم الوصفة اكتر خوصا يعني عن طريق يعني الاوديو كتكون هكا الوصفة اكتر سهولة وكتواصلهم معلومة اكتر فكتقدروا ايضا انكم تواصلوا معي عبر الانستغرام ندوزوا لبنات الوصفة اللي هي سهلة وسهلة بزاف فكما قلت لكم الوصفة عبارة عن يعني حسوة غادي ندخلوا فيها بعض الاعشاب اللي عندها فائدة كتيرة بزاف اول حاجة بالنسبة لهاد العشوب اللي عندي هنا يا عندي سانوج وعندي احب الرشاد عندي شوية ديال الحلباك يعني كتقدروا تستعملوا حلبة عادية هكا اول البلدية ماشي مشكل عدنا حبة حلاوة الكروية الكامون بلدي يعني تيكون هكا صين يعني حبوب عدنا النافع بلدي وعدنا النافع العادي وعدنا واحد العريش ديال القرفة اه بالنسبة لهاد العشوب والبنات كلهم يعني كيت تستعملوا كلهم هكا صينين يعني ما كان طحنوهم متى حاجة عدنا بصلاب بودر اللي تتبقى اختيارية يعني فقط لما دقيقة تعطي واحد لوغو ززوين بززاف للحسوة وتقدروا ايضا انكم تعاوضوها بالبصلة محكوكة واكيد هنا عندي البلبولة هنا ديال الشعير يعني كتقدروا تستعملوا بنات ديال القمح ولكن كتبقى يعني ديال الشعير صحية اكتر هنا بالنسبة للبلبولة يعني عندي هنا مطوصة تقدروا انكم تستعملوا الرقيقة او لا الغليضة ولكن بيني وبينكم انا كتعجبني هذه البلبولة اللي كتكون اما مطوصة ولا هكا غليضة كتجي في الحسوة زوينة بززاف فبنسبة للطريقة البنات سهلة بزاف يعني الطريقة العادية باش كننجدوا الحسوة كنديروا الماء وتنزيدوا يعني هاد العشوب كاملين كما كتشوفو كنديروا شوية ديال الزيت البلدية كنديروا شوية ديال الزيت البلدية كنديروا يعني بصلة بودر او لا بصلة هكا تكون محكوكة كنديروا فوق البوطة كتغلي يعني بالطريقة العادية كنزيدوا البلبولة ديالنا بالنسبة البلبولة يا البنات هنا استعملتها يعني كما هي ما غسلتها متى حاجات تقدروا تغسلوها او لا ترقدوها ولكن انا في اغلب الاوقات صراحة كنستعملها كما هي صف البنات كنحركوها ونخلطوها كنخلوها يعني كنقصو عليها العافية نشتعف الحليب موراها كنزيدو الحليب لتيبقى اختيارة ليعني الكمية كسبقى اختيارية إلا بغيتها تكون جارية كتزيد الحليب كيمية اكتر وإلا بغيتها شوية لا تنقصو عمل كيميا ديالحليب options يعني الحليب يعطى مد Oscar كي له يستعملها حتى Butler calcilتها في المرحلة ديالحليب يعني ملتطى فيها الحليب واحد شوية يعني كاعتراح فقط بالنسبة لها كم اللي كتبغيو مثلا تديرو الحسوة كيكون عندكم الضيف او اللي كتبغيو الحسوة اللي كتكون هكي بنينة بزاف كتقدرو تضيفو لك خينفخيش او القشدة الطارية كتعطي واحد لما داق مختلف كتجي وعرة بزافة لبنات صافي مليكا تبليه الحسوة هنا يا كنتفعليها وصافي كنقدمها يعني مع شوية دي الزيت البلدية شوية دي اللي كامون هنا بالنسبة للبيضة لبنات يعني سيدات اللي متبعين البرنامج جيل الحامل كتقدرو انكم تستعملوا البيض البلدي لكم توفر كيكون احسن ويلا ما كانش يعني كتستعملوا البيض عادي بالنسبة للحسوة لبنات هنا مليكاتبات يعني را كتكون صراحة كتجيب بنينة كتر لان داك الحليب كيكون كيطلق فيها مزيان وكتقدري انك يتسخنها بحلاكة وتفطر بها في الصباح كتقدرو ايضا انكم تديروا التمر اكيد كتكون الفائدة اكتر فالله غدي نزليكم وصفات اكتر بالنسبة للبرنامج اللي متبع معكم ايضا كينا وصفة او بالاحرأ طريقة لتنقية الرحم يعني في البيت عن طريق البخار اللي بزاف منكم كيتسنها وغادي تكون حصرية ان شاء الله على القناة قريب غادي نزليها لكم وبالنسبة للوصفة اللي بنات دياس كينجبير اللي هضرت عليها اكيد نخلي لكم لليان ديال لا فيديو في البغضان فو وايضا في اخير هات لا فيديو كنتمنى لبنات لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وتكون خفيفة على قلوبكم نتلقى في الفيديو الجاية ان شاء الله واسلام عليكم